من هنا مر سيل الأمطار مؤخراً ومر سيل دمار مليشيا الحوثي من قبل ليحدث الأخير أضراراً هائدة لا تقل عن الأضرار التي أحدثها الأول يعتبر وادي نخلة شرقي حيس من أشهر الوديان الزراعية في اليمن والذي يتميز بالتنوع الزراعي الفريد والمنظر الخلاب يحتوي وادي نخلة على العديد من الأشرجة وهي الطرقات المؤدية إلى الوادي ومن أهمها شريج علي والذي يعبر من خلاله وادي نخلة يتحول هذا الطريق في موسم الأمطار الغزيرة إلى نقمة بالنسبة للمزارعين لما يحدثه من أضرار بالغة في المحاصل الزراعية إذ يرتفع منسوب المياه بشكل كبير والذي يؤدي بدوره إلى تحطم الحواجز والسواتر الترابية التي يدشنها المزارعون لحماية المحاصيل وتنظيم طريق الوادي يعني عالم سكان أكثر من أكثر من سبعين بيت ندافعوا الحامل عليهم هنا والحامل عليهم أتدهوا قثاء يعني من ضربها من الشرق وضربها من هنا من الغرب تدمير الجسور والعبارات من قبل ميليشيا الحوثي أثناء سيطرتها على حيس في الأعوام السابقة تسبب في ارتفاع منسوب المياه وتفجر الأودية الأمر الذي عامل على انسداد فتحات عبارات ولم يبق منها إلا الشيء اليسير يعني قدارنا على ساعة القدار نطالب بهم يعني علشان يحمي الشريق الشريق يعني تستغيث عليه أمه كثير ناس استقوذ من هذا الشريق نطالب أن تصلوا له حواجز يعني حواجز ما يمنع السل يدفع السلع على الزبر هذه إنها الشريق يتأثر شريق كثير يتأثر خلال هذا الأسبوع والذي شهاد سيولا جارفة جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة نزل السيل إلى وادي نخلة وحطم الحواجز وسبب أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية وهدم العديد من السواتر الترابية والتي تكلف المواطنين مبالغ باهظة لإعادة بنائها ووضعها من جديد يناشد مزارع وادي نخلة السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية عمل سواتر حجرية تقيهم هذه الكوارث وتمنع حدوثها في المستقبل حيث تتكرر سنويا مما يضاعف معاناتهم ويزيد خسارتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر